في الحقيقة سيادة الوزير وكأنك أعت سرد ما ذكرته لك لم تجيبني صراحة سؤالي كان هل يمكن أننا نجسد الخطين المتابقيين رقم 2 و 3 لطراموائز طيف لأنه لما نجيب مكتب دراسات من كندا ونقوله بالملايين ولا بالملايين يردين لي دراسة ومن بعد منهج بعد الاعتبار التوصية اللي قدمها لي وكأنني ما درت ولا شي لأنه ما كلا نعود نذكر خط طراموائز رقم 1 قلنا الفايدة تاعه المدخيل تاعه وعليه وكأنه طراموائز يمشي برج الوحدة إذن ما الفائدة من الدراسات العلمية والتقنية اللي يقدموها لنا الخبراء لذلك سيد الوزير ما جاوبتنيش أنا قلت هل يمكن نسجل العملية ونخذه برأي الخبراء ومكتب الدراسات اللي قال لك في دراسة الجدوى لازمنا نوسع طراموائز الخطين 2 و 3 وقبل ذلك الخط رقم 1 لم يكتمل وغلافه المالي موجود لي كان رايح لتينار عفونا رايح للحاسي والعين الطريق بما أنه ما مشاش وما درناش محطة برية لماذا من عودوش نحولوه إلى القطب السكاني الجديد اللي هو حي تينار وبير النسا اللي فيه كما قلتلك كثر من ربع المدينة راه موجود الثم اللي هو 13 الف نسمة وعليه سيد الوزير نتمنى أنك تجاوبني على السؤالين طبعا جاوبكم جاوبك بكل صراحة فيها أولويات بالنسبة للمشاريع فيها أولويات بالنسبة لكل مشاريع بالنسبة لتراموي كل ولايات الوطن اللي فيها تراموي تطالب الاكستنسيون بالتوسع اللي ما فيهاش تطالب فيها أولويات كين أمياء كين تجهيزات كين وكين 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 التراموي بالنسبة لنا كقطاع في الوقت الحالي لا يوجد أولوية كي نكون صريحة الظروف التي تعيشها البلاد الظروف التي تعيشها العالم بالنسبة لنا لا يوجد أولوية كي نقول نعم نفعل التراموي في سطيف ونفعل هذه ونفعل هذه وانتم حاضرين معنا يعني الأسئلة هذه التراموي ترجع في كل مرة كل ولايات الوطن فيها أولويات هذا هو وجوابين نظن صريح وصريح جدا الشيء اللي ينجز تنجز أو يساعد أو يساهم وان شاء الله كيتحسن الأمور نعود ونرجع للتراموي ونعود ونجعل الأمور أخرى أنا نظن أكثر من هذا ما كان